أحمد كويتي وعمل شركة في مصر وجاء يعمل تأمينات اجتماعية على الموظفين اللي عنده اللي هم كويتيين في الأساس وكان فاكر أن القانون الكويتي هو الواجب التطبيق في مسألة التأمينات الاجتماعية وفوجئ أن القاضي بيطبق عليه قانون التأمينات الاجتماعية المصري هنا أحمد قال للقاضي لكن قواعد الإسناد يا حضرة القاضي بتشير إلى تطبيق القانون الكويتي القاضي رده وقال لكن مسألة التأمينات الاجتماعية من قواعد التطبيق الفوري وده معناه ان قواعد التطبيق المصري تطبق بغير الرجوع الى قواعد الاسناد احمد قال يعني قواعد التطبيق الفوري بتطبق فورا وبغير النظر للقانون الدولي الخاص وبغير الرجوع الى قواعد الاسناد القاضي قال اي نعم تعالوا النهاردة نعرف اكتر عن قواعد التطبيق الفوري من حيث تاريخ ظهورها وتعرفها والمعادير التي قيل بها لتحديد قواعد التطبيق الفوري واخيرا مجال تطبيقها احنا عارفين من قبل كده ان اي نزاع قانوني متعدد الجنسيات بيتم تحكيم قواعد القانون الدولي الخاص فيه وعندنا ادام مهمة بتشاور لنا على القانون الواجب التطبيق الا وهي قاعدة الاسنات هي اللي بتقول ان في النزاع ده اللي اضطرف في مصري والاخر كويتي القانون الفلاني هو الواجب التطبيق لكن استثناءا على هذا الاصل العام قد لا يلجأ القاضي الوطني الى قاعدة الاسنات ويقوم بتطبيق القانون الوطني مباشرة وده في حالة مكان النزاع متعلق بقاعدة من قواعد التطبيق الفوري قواعد التطبيق الفوري تجد اصلها في القانون المدني الفرنسي والصادر عام 1804 والذي جاء فيه منصه قوانين البوليس والامن ملزمة لكل من يقتن الاخليم الفرنسي وعلشان كده في كثير من الفقهاء بيسموا قواعد التطبيق الفوري قوانين البوليس والقوانين دي بتكون فورية التطبيق بغير رجوع الى قواعد الاسنات لانها مهمة جدا لحفظ النظام والمصلحة العامة في المجتمع وبالتالي فضل المشرع ان يتجاهل قواعد الاسنات في شأنها علشان يطبق قانونه الخاص في شأنها لحماية النظام العام والمصلحة العامة داخل الدولة اعتقد دلوقتي تعريف قواعد التطبيق الفوري حيكون سهل جدا فقواعد التطبيق الفوري هي تلك القواعد التي يستند فيها مباشرة الى قانون القاضي لحسم النزاع دون المرور بقواعد الاسنات طيب ازاي بقى نقدر نحدد قواعد التطبيق الفوري امتى نقول ان النزاع هنا بيتعلق بقواعدة من قواعد التطبيق الفوري وامتى نقول اننا بنرجع فيه لقواعد الاسنات في الحقيقة في الموضوع ده اتجاهات ثلاثة الاتجاه الشكلي وده في حواء ان لو فيه اصل او كيان معين ثابت في بلد معين زي عقار مثلا ففي هذه الحالة بيتم اعمال قواعد التطبيق الفوري الخاصة بذلك البلد دون الرجوع الى قواعد الاسنات في الاتجاه المادي وده بيبص لمدى ضرورية تطبيق القانون يعني لو كان فيه ضرورة اجتماعية لتطبيق واحترام القانون في بلد معين ففي هذه الحالة بيتم اعمال قواعد التطبيق الفوري الاتجاه الثالث هو الاتجاه الغائي وهو اقدم الاتجاهات وفحواه النظر الى الغاية من القانون فان كان القانون يهدف الى حماية المجتمع والمصلحة العامة ففي هذه الحالة بيتم إعمال قواعد التطبيق الفوري طيب بالنسبة للتطبيق العملي بقى هل في دول معينة اعتمدت اتجاه معين من هذه الاتجاهات وحددت في قانونها قواعد التطبيق الفوري ببناء عليه وقالت في تلك الحالة مثلا يتم إعمال قواعد التطبيق الفوري بغير الرجوع إلى قواعد الإسناد في الحقيقة في دول أفصح فيها المشرع عن قواعد التطبيق الفوري وحددها بمنتهى الدقة والدول صحبة هذا الاتجاه لا تثير أي اشكالية في التطبيق المسائل المشرع على عنها أنه يطبق فيها قواعد التطبيق الفوري يتم الانسيع فيها لما أقر المشرع لكن بقى المشكلة بتكمن في تلك الدول التي لم يحدد المشرع فيها المسائل التي يطبق عليها قواعد التطبيق الفوري فهنا الفقه انقسم ناس قالت خلاص يبقى القاضي في هذه الحالة له سلطة تقديرية في المسألة وهو اللي يقول إن كان سيطبق بشأن هذه المسألة قواعد التطبيق الفوري ولا قواعد الإسناد وناس تانية مش بتوافق على ده وبتقول ان المسائل دي يجب ان يتم تحددها بدقة وان لا يتم ترك ذلك للسلطة التقديرية للقاضي لما يترتب على هذا التحديد من نتائق خطيرة ومن المسائل المعتاد اعمال قواعد التطبيق الفوري عليها النزاعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وقانون العمل والضرائب ومنع الاحتكار بشكرك على مشاهدة الفيديو حتى نهايته لو استفدت منه اعمل لايك وشيره مع اي حد مهتم بالمجال القانوني واكتب لي في الكومنت عن اي سؤال قانوني ييجي في بالك او اي موضوع تاني انت عايزني اشرحه اشوفكم في الفيديو اللي جاي